وتنضم إلينا أيضا من قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجيرجز بمطرانية شبرى الخيمة مراسلة التلفزيون المصرية سالي سالم سالي هل لك أن تنقل إلينا الأجواء لديك وذلك أثناء احتفالنا جميعا بعيد الميلاد المجيد تحياتي لك رهام كل عام وأنت بخير وكل الشعب المصري بألف خير من هنا ترسل رسائل المحبة كل عام ومصر تحتضن الصلوات والاحتفالات وترسل هذه الرسائل إلى العالم أجمع نحن نتابع معكم من داخل كنيسة الشهيد مارجيرجز بشبرى الخيمة بمحافظة القليوبية تفاصيل هذا القداس ومراسم الصلاة لعيد الميلاد المجيد لعام 2023 هذه المراسم التي بدأت في تمام الثامنة بدقات أجراس هذه الكنيسة كمختلف الكنائس التي تحتفل في هذه الليلة تحديدا ليلة السادس من يناير وفقا للتقويم الشرقي وكنا قد تبعنا في وقت سابق احتفالات الكنائس وفقا للتقويم الغربي في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي بدأت الصلوات في تمام الثامنة بدقات الأجراس وبرئاسة القمص أرمي عدلي وكيل مترانية شبرى الخيمة وبوجود وحضور كثيف من قبل شعب الكنيسة الذي بدأ في التوافد والقدوم إلى أروقة هذه الكنيسة في تمام السابعة وأيضا استقبلت الكنيسة المهنئين من مختلف مؤسسات الدولة وأيضا من الكنائس الأخرى لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لو تحدثنا عن ما يتم تحديدا في هذه اللحظات ونحن بصدد هي الصلوات التي تتم داخل أروقة الكنيسة خلف هذه الجدران تحديدا الصلوات والروح والآيات الخاصة بالإنجيل والترانيم والتراطيل التي تملأ الكنيسة ونسمع صدى هذه التراطيل وآيات الإنجيل في هذه اللحظات تحديدا وتستمر هذه الصلوات لساعات وحتى بداية اليوم الجديد لينتهي بذلك صوم استمر لمدة 43 يوما امتنع فيه المسيحيين عن تناول بعض الأطعمة واليوم بانتهاء هذه الصلوات يبدأ عشاء عيد الميلاد المجيد تقريبا في الثانية عشر من مساء هذا اليوم لو تحدثنا عن الأجواء الاحتفالية فكانت هذه الكنيسة قد تزينت في وقت سابق بالأضواء والشموع بشجرة عيد الميلاد وهي من أهم مظاهر الاحتفال والتي يملأها الألوان والهدايا وتحديدا اللون الأزرق اللون الأحمر واللون الأغضر وهم معبرين عن الحياة الأبدية وعن السيد المسيح وذلك وفقا للعقيدة المسيحية وأيضا تزينت بتمثيل السيدة العزراء ويوسف النجار وأيضا المسيح وهو رضيع وهي أيضا من أهم مظاهر الاحتفالات داخل الكنيسة لو تحدثنا عن ما يحدث الآن فأجواء احتفالية وجود كامل لكافة الأسر وشعب الكنيسة وصلوات تتم داخل الجدران وزينة وأجواء احتفالية تملأ هذه الكنيسة كنيسة الشهيد ماري جيرجس بموترانية شبراء الخيمة والكلمة تعود لكم مرة أخرى فيها الأستوديو أشكرك شكرا جزيلا سالي سالم ورسلة التلفزيون المصرية على هذه التوطية الوافية شكرا جزيلا وكل عام وجميعنا دائما بخير